موسيقى 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 اليوم. زلابيا. اليوم رح نعمل زلابيا زلابيا هيك. الزلابيا السامل يلي بتنعمل لبنانية اللبنانية. يلي بتنعملها العجينة قبل بليلي بالبات. بتخمر مزبوط. مزبوط منحط الصليب بنسلبها منحط لها شوية بخور منسكر علي ومنحطها هيك قبل بليلي. لها تاني نهار نقوم شمري حتى الزلابي بالبيت الصبح والقطر والهود العوايدنا وتأليدنا اللي نحن نحن وصغار من نشوفهم ورح نعمل العوامات العوامات كمان نحن العوامات بالبطاطا وعدتا العوامات الأساس بالبطاطا أه بطاطا حلوة عملت خلطت اثنين اليوم سواء لأنه هيك تأول شي للون ليكي لونة شو حلو هلأ بس نعمل العجينة بتشوفيها أنا قريدي محدر واحدة ومخمرها لأن تعرفي نظرا لديئة الوقت بس الكامير رح تفرج المشاهدين كيف تنعمل مثلا هون ليكي لون البطاطا خالط صنفان من البطاطا البطاطا العادية لأنه بتكمش كتير والبطاطا الحلوة ياللي بتعطينا الحلوة وبتعطي الطعام الطيب ما فينا نعملها بس بالبطاطا الحلوة لأنه عايزين نشا البطاطا الأساسية سوهود الاتنانية رح نعمل هون أكيد رح نجمعهم على بلاتو حلو رح نعمل صوس شوكولات رح نعمل قطر قطر كمانا هيكي نحطهم مع الورد الجوري شوية بخور شوية ريحة حلوة هيكي في الستوديو اليوم أكيد قصة خلنا بلش نعمل العجينتان نحضر العجينتان أوكي هكي نكون عم نحضرون وحطت القطر بالأول على النار أنا هون حاطت كوب من الماء بدأ ديف عليا كوبان من السكر بزهر اوه كمية مرتبة بزهر بزهر ايه طبيعي وعندنا الورد الورد الجوري بقلبها فينا نحط أكيد العطر إذا هيدا بيكون كمان العطر على طول ورقة العطر بالطيب كتير آآ العطر الطبيعي طبيعي يلا تنغلع النار عليها هون نتركها خليها تبلش لحالها هون رح نعمل هلأ نبلش بها عجينة لزليبي خلنا نعمل عجينة لزليبي بالأول هون المقادير على طول سامل أكتر عجينة لزليبي آآ ايه هيني هيني أكتر هلأ في كذا فرسيون في منهم بيحطوا لها الدقة في منهم بيحطوا لها محلب بيحطوا لها بيخلطوا تحين أسمر تحين أبيض مع بعضهم في كذا شغلة يمنهم بيحطوا لها حب البركة كبش أرنفل كل منطقة بتتميز نحن نعمل هلأ السامل الباز يلي فيك تطلع منه المهارات الزيادة ماشي مشكلة نحن نقوم بلتحين ط presentations نحن ذرا هذا جميع نحن ذرا لدينا المنشين نضع فون فوق يعني على طول للكيلو 550 ماء يعني 500 ماء يصبح 25 فنينة كبية وربعة مبدئياً لطحين 500 جرام يصبح بحدود الأربع كبية وشوي أربع كبية وشوي نضع الماء فوق 50 جرام من السكر نضع 50 جرام برنا كمية لدي خميرة ملعقة كبيرة أو ملعقتين صغار من الخميرة لا 500 جرام صح تاخد كثير خميرة مظبوط لأنه بدنا نخمرها مظبوط كل شيء اسوبانية بدنا نكتر شوية الخميرة منها بس نقليها ترفق يعني تفتح تصير من جوة فاضية يعني تصير فيها بابلز بقلبها مش هناك تتصير كريسبي معنا وإلا إذا عجنت بدلها صفت كمان باكينج باودر نضع رشة صغيرة من الملح أحضرت أثنين خميرة وبيكينج باودر صح لتنين سوا البيكينج باودر يجب عليها استابلية أكثر الخميرة ترفقها لكن البيكينج باودر يحافظ على الرفقة يساعد من هذا الرجل لا نستخدمه أكيد ليس أجباري ليس أجباري ليس أجباري صح مية بالمية وفينا نضع شوية من النشا بقلبها النشا كمانا بحافظ على القرشة وبيساعد أكثر ملعة نشا يعني هاي ملعة نشا ملعتان نشا كمانا كلما حطيت فيها نشا زيادة كلما اشتغلت معك أكثر لكن من قلبها كليتها سوا هون فينا نضع حب البركة فينا نضع شوية كبش قرنفول فينا نضع شوية قرفة بقلبها يعني فينا نحنا نكها بالصفوري اللي نحنا بدنا إياها هلأ الفرق بين عجينة الزلابيا عجينة العمامات عجينة العمامات لازم تكون متل تقريبا متل اللبن القاسي يعني تكون تقريبا متل اللبن القاسي هون أنا تمن ضايع وقت لازم بدلنا نعجنها أكيد في نحطها بالعجانة نعجنها مضبوط نشيلها نسكر عليها مضبوط مثل العجينة العادية مية بالمية نسكرها نتركها لترفخ نحطها بالبرات من بعد ما ترفخ من خليها ثلاثين نهار تنقدر استخدمتها هالخميرة تتفعل فيها وترفخها هلأ الشغل الثاني يبي فيها العوامات لما تشيليها الصبح بتشيليها بتعمليها دعكة صغيرة ترجع بترديها كمان على الجات تركيها ترفخ إخير رفخها يعني عطول الصبح بك تقوم تدعكيها وترجع ترفخ نحن ترفخ نحن ترفخ ولكن ترفخ هنا لدي عجينة العوامات لدي تقريبا 300 جرام من التحين الأبيض رح ضيف عليهم ملعقة كبيرة من النشاة كمان مش إجبارة بس أنا بحب يكون النشاة بالعوامات مهمة ضروري تكون هيك من برا اخلي تكستور معينة ضروري تكون اخلي تكستور معينة بديك بحدود الميتان للميتان وخبسين جرام البطاطا فيك تزيدة يعني فيك تزيدة ميتان لا ميتان وخبسين جرام من البطاطا العادية نسلقها مظبوط لتستوي مظبوط نهرسها تتصير كريمة نرجع نضيفها فوق المزيج فينا بطاطا عادة وفينا بطاطا تزيدة بطاطا حلوية أنا حطت البطاطا خلطنا نحطت البطاطا العادية والبطاطا الحلوية أوكي هلأ منحطهم هيك فوق بعضهم كليتهم سوى بطاطا الحوية رح تعطي غير نكها يعني كمان نكهة زيادة أكيد أكيد تعطي تعني لون هذه بطاطا شوها المسلقة ولا مشوية ولا لا لا سلقة 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 بعضهم تيستوي مظبوط هرستهم مظبوط قطعتهم على البسوار يعني على المصفاية تيينزلوا كريمة يصيروا نرجع نحطهم فوق العجين وهون شو عندي أنا عندي الماء اللي سلقت فيها البطاطا لازم تكون فاترة كمان أفضل للعجينتان لازم تكون الماء فاترة نضع فوق هايك بحدود الخمسة إلى عشرة كرامات من السكر السكر بساعد الخميرة لترفخ كمان عندي خميرة بحدود الملعقتين باكينج باودر بحدود الملعقة كمان بنخلط مظبوط بتصير ماي رح فرجيك غلق العجينتان كيف صاروا عندي أنا جازين خلينا نضع هون بالبراد لنرجع نحن نكفيهم لما نضيع وقت هلأ القطر حلو فيه فيك تحطيه كمان عصرة حامض بنا ننتبهي للقطر في كتير أشخاص بيحبوا يستخدموا الحامض عصرة حامض بقلب القطر يلي هو مش غلط بيعطي التعامل طيب بس بالآخر شرط نحطها من شين ما تمرمر معنا اوكي رح نفرجي هلأ العجينتان يلي نحن هلأ عملني هون كيف صاروا نباري خوالي هودة صح ليكي هالعجينة أنا مثلا اليوم صبح ادعا كتا رجعت ورجعت خمرتها صح عملها قبل بليلة صارت هيكي رافخة مبينة الرافخة بعد بدها شوية صغيرة لترفخ أكيد لازم نتركها بعد شوية صغيرة على القليل بعد شي ساعة لترفخ مظبوط اوكي لترتاح وعندي هون العجينة تلزلة بيلايكي لونة ليكي أداء أرخى مثل اللبن يلي بعده ما هيكي حركته بعده اوكي هون القطر عم يشتغل مظبوط الزيت حميناه خلينا نتأكد من الزيت اذا اذا صار جاهز لنستخدم في هل نحط حبة صغيرة هيك بقلبه لنتأكد لايكي كيفية ستيكي كيفية بتلزق اه خل ماشي الحال يلا اشتغلت معنا صار فينا نبلش نقلة بتاعثي هلأ القلة وال هلأ القطر انا شو راح عمو راح فينا نغطسهم بقلب القطر اكيدة العوامات فيكي تجاعد غطسهم بقلب القطر فيكي تخليونا على فرد مال بترشع لهم سكر بودرة لانه كمانا فيكير اشخاص ما بقى كتير يحبزوا انه كمية السكر هلأ دي كبيرة كمية السكر القوية اللي موجودة فيها يلا بدي ألبس كفوف هلنا نبلش نعمل اول وسأل حبيت الزلابة اه والقطر عم يغلي على النار والقطر عم يغلي على النار ونبلش انا حطت مقليتان زيتنا نلحق لانو بنا نعمل الزلابية بنرجع نعمل عوامات العوامات نجزة الزيت على اليد اوكي منشيل بيأثر الزيت اللي عم نقلي فيه شو هو اهم شي يكون زيت نباتي اهم شي يكون زيت نباتي صح صح لكي ادي رخوة بنا نزيل بعد شوية زيت لانو برمان هون نقدر انشيل هلأ هاي هون عم نعمل الزلابية نحن هلأ عم نعمل الزلابية صح صح ما بادي هيها تطلع كتير اه شكلها لازم يكون شكلها شوية مطعوجة يعنيmons بايين listener لحظة كفية لكن قدها بعدها عم تمغط نتيجة الجلوتون ياللي بعضه عايش بقلبة يعني الجلوتون طبع ل plasma التحمر ايه انا لازم خفف شوية صغيرة لازم خفف شوية صغيرة عنها لا بلا فيها فيها لازم نروق شوية على الزيت حرام الزيت كتير كتير سميك كتير اه محامي هل نجرب هون احسن هون هون الزيت عندي اروة خلينا نشتغل على هيد الميل تاكن رئي الزيت هالمايلي بدي هون اروة الزيت احسن بس ليك اللون طبعا يا حلوين لك كيفية ريفخة يعني لكي ادي ريفخة الحبة يعني كمان الزليبية مش عاملها كتير سميكة العجينة يا رخوة نوعا ما هي هي لازم تكون رخوة هالقد لازم تكون هيك رخوة وخلي يطلع شكلها كيف ما تطلع يعني لانه هي اللي حالة هيك منظرهم بيطلع روعة زيت كمان او زيت او طحين يعني فينا اللي ايدينا بالطحين في اللي ايدينا بالزيت واحدة من الاثنان نزل انت بها عقيدة هالعادة عادة تنعمل عجينة الازلابية اسمك انا ما بحب بحبها هالقادة تكون طريقة لانه تترفخ اكتر معنا تطلع كسفية اكتر تصير فاضية من جوة صح يلا فيها عذاب هون رائت شوي بعتقد في اشتصر لازم تنشال ايه تقريبا هون باعد بدن نجزة صغيرة بس بصير فيني شيلون تحلي على تاني مال ولحظة ان نتيجة الجودة طبعها انه بتعوم يعني بس بس تقلية بس تطلع على فوق يعني بتعوم صح 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 وانسي انا نحط زيت على ايدنا بس ما نحط زيت على ايدنا بدا تخبص معنا الخبرية لكن وانسي لها ما زعنيها ما اللي اشترا دي شرب الكزانة جدا لا عامر ريجيم شرب شرب cetera اه ولا من بعد الغطاط يلا اشيلا هيه اول واحدة اللي كان زيت كتير حامل ليه لحظة ادي اداء اخدت لون دغري بسرعة لازم تاخد وقت اطول بالقلى لازم انتبه على هادي الشغلة على طول ما يكون كتير اول النار على الزيت. ما يكون تير قوي النار على الزيت. هون احسن هيك لازم يكون الزيت كان نحنا هون الزيت كان كتير حامي صح هون صار الزيت تطلع كريسبي اكتر اذا تركنيها على الراية تنقلها افضل تطلع على طول كريسبي اكتر جل بعد كم واحدة عنا شرب عدو ها ها روعة يلا انا تلاقي نعمل بلاتو جيدو دعنا نعمل اولي وسأعضي عشرة عشرة بدك تواعيز تقريبا تنقل حبة الاطر لازم يكون سخن بارد ما بيأثر هالقطر لما بديكت سقطة لازم يكون سخن لازم يكون سخن بس أنا هلأ ما رح أسقطهم بالقطر أفضل بدي خليهم لأنه في عامل سوس شوكولادة لهم وعامل أكيد بدريش عليهم قرفة وسكر بودرة على الوجه يلا بيحب يغطس بالقطر أنا بحبها تقليدية مثلا بحب السوسات معهم حد بمغطس بالقطر مرة بالسنة هيك التقليد بحب يضل مثل ما هو معك حق إيه في أشياء تنعمل التقليدية 100% أفضل بس نحنا على طول نعمل تويست نعمل تويست على طول لأنه حسب الأزواء حسب الأزواء وحلو أنه تكون عم تعطي كم أنا أفكار أفكار جديدة جديدة لنقدر إدار فينا تعرفي واتسوكين في نسبة حطه عسل في نسبة حطه دبس يعني كل واحد ونحنا منحب عطول نعطي أفكار جديدة لأنه هيدا 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 أحترشي الهدف طبعا يلا نرجع هون يصير قوي نجزي النار عليها جميل قوي نجزي النار عليها كل ما كانت العجينة أقصى كل ما بتعجل معك يعني بس تغليى بدا ترجع تعجل معك كلما كانت العجينة طرية كلما طلعت فلافي اكتر كلما طلعت تقرش اكتر بتبين متل ما حكينا انه ادي ادي رفخة يعني ادي هيك تعالع يعني عطي رفخة كبيرة خلينا شي القطر خليه هون على فرد مال طبعا ريحة القطر ايش معا قول هون خلينا نخلص هون نخلص زي تحدى خلينا نقرب شوية هلا care عوامات بنا نبلش بنا ميزة اكيدة من بعد ما نخلص هلا اول وسئة طب ننقل لهون يجب أن نبدأ بشوكولاته ونبدأ بشوكولاته سأصخم بعض الزيت سأضيف شوكولاته بالزيت 100% أو الزبدة سأضيف الزبدة سأضيف الزبدة سأضيف الزبدة 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 سأضيف مصفاية سأضيف الزبدة سأضيف الزبدة من العطر من الورد اللونه روعة نتيجة تفاعل الورد مع السكر أكيد يتلع لونه على الأخضر الزيت مصفاية سأضيف الزبدة سنقلبها وبعد خلينا نبلش نحضر هوائمت هوائمت غير قصة غير طريقة غير قصة غير شغلة ليها هون حدي ماي نجزة من الماي بنغطس الملاعق بالماي اكيد لكي لا يلزقوا معنا نبدأ على قد الملعقة ايه صح على قد الملعقة الآن يرفخوا يأخذوا الشيب المدور بس مش المدور مية بالمية على طول بس ما نعمل شي هيك نقدر نطلع الشيب العوامات مدورين مية بالمية بدنا نستخدم الواك اللي هي الساج القلي اكتر لانه ضغري لود الزيت ما بيدقوا بكعب المقلية لود الزيت بيعليون وبيعطيهم الشيب يعني شكل المقلية اللي تأثير على الشكل العوامات ما بيدقوا بكعب المقلية يعني مثلا هنا أنا عم بحطهم عم بيدقوا بكعب المقلية ايه بينما بالوك ما رح يوصبت لحل بالوك ما رح يوصبت لحل صح وعلى البطاطا الحلوة شو في هلق طعمتهم قدي طيبة رقم خلف ايه جنب رايقة ماشي حالا مرجيعون هذا الروايح الحلوي اللي بتطلع بالبيت الصبح هذه اللي اغتاص ترويقة روعة الصبح تذكر على طول ال لما كنا اكيد صغار كانت امي ستة العائلة كلها تقوم بشو فيهم اجتمعين كلهم على على لسلة بيه واصلا على كل المناسبات كل المناسبات عندهم الأكل الخاص او عيد البربارة بيكون عم يعملوا هالقمح روعة هودة عويدنا هودة تقليدنا احنا بلش يخلص وقت ما شربت خلصنا نحنا مبدئيا يعني تقريبا صرنا تقريبا صرنا طبعا رح ننظرهم مثل ما عملنا بالزلبي رايش ايه اكيدة صح هوني كمانا هذه الوسقة خلصت هوني كمانا نحن نضع ونضعهم هونيك ينشفوا بالنسبة للشوكولات رح تزيد الشوكولات على الزيت الصخن ويدوب ها هيه بالنسبة للشوكولات ايه رح زيدهم على بعضهم اكيدة بس تحطي الزيت الصخن فوق الشوكولات وتحركيه تغرب يدوب بصير ها هيه السوس يلي عندي كيها انا وانحطت الشبك لونون روعة 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 شفتي ها اهم شي عوامات هنجي وزلابيا لازم ينقلو على الرايق يرفخه مظبوط انا تحمل ذات بالاول بس بعدين على الرايق بدون نقلو على النار متوسطة وطير قرشه مظبوط يصيره كريسبي مظبوط لكن لونون نقضي طلع حلو نتيجة البطاطا الحلوة اللي حطها هنا وصراحة الفكرة مبرح طلقت معي انه يعني انهم تطلع بعض الوقت الافكار معنا انه فينا نحط بطاطا حلوة مش غلط خلص وقتنا رح ناخد برايك نكفي نحن القلي ومن بعد تايستين خليكم معنا موسيقى 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 عنا ديوف شربل على الغطاس على السلابيا هاي فاميلا هاي كاتيا اقلت هاي أسه ولا بعد اقلت زلابيا ولا بعد اقلت زلابيا انا عبعيد اليوم اختص auction وعبعيد كريسمس لانه سسبة ان انا نصني ارمني فو كمانا نجعه ايدان حشان هاي بده اجي عمل تايستينج وشوف خاصة ان اذا شرب اللي عم يعمل كل هالاشيات بلكت مارسي أنا ناطرتك هل يمكننا أن نقول أنك أولعت بخور؟ يمكنك أن تقول أنك أولعت بخور نقول ما هي هذه الفكرة؟ أضع بخور ما هي الرائحة؟ اليوم نريد أن نأكل عويمات اليوم عويمات سأتأكل بطاطا حلوة طفع عملتان كل شيء يجب أن يكون سبسيال أكيد، يجب أن يكون سبسيال معواضين على كل شيء غريب عجيب نعم، 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 نعم نعم، 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 نعمBB نعم، نعم، نعم أترidar هذا هذه قطر الأيرbones ذا كل الأطلاق جميع عويمات طفعا بالعضرة مزبوطة هناك كل هذا الأكل مشتق من الكثير من الدنيا خاصة الهجوم هذه الأكل من الأولى بمجزة لكن كل هذا الأكل لديه طريقة الخاصة نحن نصرح على أسبانيا هناك تشوروز يوجد البانية لديك الكثير من الأفكار لدينا عمل أفكار نحن نقوم بحجم نحن دائماً سكر نعم على الوجه سكر على الوجه ايه؟ نشربل بفش خلقه اليوم نشربل ب... رشة قرفة اوه حلوين يوم ما في حدا عام بدي قول رجيم وما باكل وبياكل ما فيه كله بياكل شو هجات الرائعة شو حلوة يلا انا لازم اعمل بعض سوس الشوكولات بس رازم بالشو تضوء رح نقول انه كأنه عملنا رح عملها رح عملها اولا لا ما بيقبل اصطل يكون في شي ناقص حتى لو نحن اقلانه بعد عملها بدو يعملها ما بقدر ما بقدر لأ طلع عليك حب صغير صغير هيدا شو فنجر فود يعني نكلم بقدينا يلا رح عتيكم شوكو سكينة كمان بس خلوة هي انه يلا هيدا هيدا طلع ريحة ريحة البخور ريحة البخور هلأ البخور شو بتطعمهم؟ طعمهم؟ أجواء أكيد بازل عليهم ضغرية أجواء أكثر منهم أجواء أكثر بركة 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 سوف الشوكولات ماذا أريدك تعمله؟ سوف الشوكولات سوف الشوكولات سوف الشوكولات سوف الشوكولات والزيت جميل لأن القطر معمول خفيف سوف الشوكولات سوف الشوكولات سوف الشوكولات أعجب شوكولات سوف أرسل أما زليبية سوف أعطيك صوص شوكولات سوف أعطيك على قسم صغير إذا ما خلصتهم كلهم لا أتكلم نحنا لكينا خلص وقتنا سوف نعيد كلهم نقول دايم دايم وأكيد نعيد الميلاد للطيف الأرمانية ومنقلكم ينعاد عليكم ويلا انطروني نهار الأحد لأحد أن أراد حلقة شكرا وأنا بشوفك نهار الأحد شربيل شكرا وقفى هلأ ونشع من تابعه شكرا شكرا